موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني في هذا الحوار أن نستضيف معالي الأستاذ محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية للحديث عن رؤى حول سوق الدين في المملكة وآخر التطورات حيث شهد السوق عدداً من المبادرات لتعميق وتعزيز سيولة سوق السكوك وأدوات الدين وكذلك اعتماد استراتيجية تطوير سوق أدوات الدين والتي تتضمن أكثر من 35 مبادر استراتيجية خلال العوام 2023 حتى عام 2025 حياكم الله مع عليكم حياك الله طوي العمر وأهلا وسهلا فيك يعطيكم العافية في البداية إذا نبدأ الحوار حول الأسباب التي دعت الهيئة إلى البدء الآن في تطوير سوق الدين والسكوك في المنطق والسعودي حياك الله في البداية أخي محمد وأهلا وسهلا بكل الأخوة والأخوات للحضور والحقيقة في البداية أريد أن أشكر أخواني في الأكاديمية على عقد هذه الندوة في هذا الوقت المهم ويمكن هذا يمكن أول سؤال هو ليش الآن لو ننظر يا أخوان لسوق الدين في العالم نجد أنه من المفارقة أنه سوق الدين في العالم أكبر من سوق الأسهم فعلى سبيل المثال الرسمة السوقية لكل أسواق الأسهم في العالم بنهاية عام 2023 يمكن تبلغ حوالي 115 تريليون دولار بينما الرسمة السوقية لأسواق الدين في العالم حوالي 140-150 تريليون دولار طيب ليش سوق الدين اليوم أكبر من أسواق الأسهم لعله يتسم بالصيغة الأساسية لأسواق الدين لأن أسواق الدين وشي في نهاية الأمر هي عبارة عن قروض وتمويل عبر القروض لكن القروض هذه تتسم بخصيصة السيولة فالمقرض بإمكانه أنه يبيع ويتخارج من هذا القرض بأي وقت ومع ذلك يأتي التسعير الفوري لهذه القروض الذي يأخذ في الاعتبار ظروف السوق أسعار الفائدة ظروف المقترض وبالتالي يدخل عنصر السوق لتسعير المخاطر المرتبطة بأدوات الدين هذه وهالتسعير هذا والسيولة هذه تمكن سوق الدين بالمقارنة مع القروض التقليدية أنها تقرض لآجال أطول لأنه إذا أنا مقرض قرض عادي لازم أمسك القرض هذا إلى نهاية استحقاقه بينما في السوق الدين أنا كمقرض بإمكاني أن أتخارج أي وقت وبالتالي أقدر أقرض آماد أطول بنفس الوقت بإمكاني أني أقرض مبالغ أكبر لأنه مرة ثانية إذا أنا مقرض بالحالي هناك حدود للمبالغ التي أقدر أستثمرها بإمكاني أن أسيل جزء من قروضي هذه بإمكاني أن أقرض مبالغ أكبر لأنني أقدر أدخل معي مساهمين والجانب الآخير هو أني لما أقرض عبر أسواق الدين بإمكاني أتوسع أكثر في مستويات المخاطر للجهات اللي أقرض لها بينما إذا أنا أقرض بالذات إذنني بنك وأقرض أموال مودعيني لا بد أني أتقيد بنطاق محدود من المخاطر للجهات اللي أقرض لها طيب هذا كله معناه أنه سوق الدين فيه جاذبية كثيرة ونرجع للسؤال اللي سألته أخي محمد طيب ليش ما قام من زمان سوق الدين في المملكة يمكن هذا يرجع لثلاثة أسباب السبب الأول لما ننظر لتطور القطاعات المالية في أغلب الأسواق والاقتصاديات نجد أنها تاخذ دورات أو محطات أو موجات في أغلب الدول أول موجة تتاح هي التمويل البنكي وعادة دائما تشوفه في أغلب الاقتصاديات بعدها تلحق موجة ثانية وهي التمويل عبر الأسهم لأن الأسهم الاختلاف بينه وبين التمويل البنكي واضح وبعدين تبدأ في الموجة الثالثة وهي موجة التمويل عبر سوق الدين ولو نسقط هذا التطور الطبيعي في المملكة عبية السعودية نجد أنه بالفعل من أواء القنوات التمويل اللي بدعت هي القنوات التمويل البنكي يمكن عبر السنوات الأخيرة بدأنا نشوف قفزات كبيرة لسوق الأسهم ودورها في التمويل بالذات التمويل ذي المخاطر العالية والآن تون بادي الموجة الثالثة من قنوات التمويل وهو التمويل عبر سوق الدين ولعل يمكن في المملكة عبية السعودية تحديداً في سبب أننا طولنا في المرحلة الأولى والثانية وهو لو ننظر لهيكلة الاقتصاد والنظام البنكي عندنا في المملكة دائماً اقتصادنا والنظام البنكي عندنا كان يتسم بأقدر عالي من السيولة وهذه السيولة كان ينتج عنها أن الاقتصاد السعودي والنظام المالي في المملكة كان مصدر للأموال وليس مستورد لها وهذا انعكاس أن الأموال والسيولة اللي موجودة عندنا كانت أكثر من الفرص المتاحة للاستثمار أو للتمويل وبالتالي ما كان في حاجة لقيام سوق الدين لأن القطاع البنكي عنده من السيولة الكافية لتغطية كل متطلبات التمويل لا شك مع إطلاق الرؤية ومع بداية تسارع المشاريع والمتطلبات المرتبطة فيها بدنا نشوف تغير في هالتشكيلة لأننا لأول مرة بدنا نشوف تنامي لمعدلات الطلب على القروض أسرع من تنامي الوداع المتاحة وبالتالي أصبح الوقت مواتي أكثر من أي وقت في الماضي لإنشاء هذا الرافد المهم لسوق الدين والسبب الثالث والأخير أنه عادة لقيام سوق الدين تحتاج لبنات أساسية اعتبرها أساسات لتطوير سوق الدين ما كانت موجودة حتى أهدا قريب جميل استعراضتم عليكم بعض من التطورات فلو نتحدث على مراحل تطور في سوق الدين منذ النشأة وما أبرز الإنجازات والتحديات التي واجهتوها خلال هذه المراحل والله أخوي محمد يمكن قبل شوي كنا نتكلم عن وحدة من أسباب توقيت بداية سوق الدين هو الحاجة للبنات أساسية ويمكن هذا أفضل طريقة لأننا نبدأ بمراحل تطوير سوق الدين فلو تفكر في تطوير أو بناء سوق الدين كأنه مبنى والمبنى يمر بنائه بثلاث مراحل تحط الأساسات تبني العظم وبعدين تشطيب لو تفكر فيها كمبنى الأساسات في سوق الدين هي اللبنات الأساسية التي بدونها ما ممكن قيام سوق الدين وهذا اللي كنت مشير لها في السؤال الأول وأبقول هذه اللبنتين الأساسية اللبنة الأولى هي نظام الإفلاس اللي صدر في المملكة في عام 2018 لأنه قبل صدور نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية كان أي مستثمر في سوق الدين موقفه غير واضح من ناحية أولويته في حالة تصفية الشركة وبالتالي قدرته على تقييم المخاطر المتعلقة بالاستثمار في سوق الدين كانت صعبة جدا فهذه اللبنة الأساسية اللي تعتبر من أساسات سوق الدين اللبنة الثانية علشان يقوم سوق الدين تحتاج مؤشر للتسعير كيف سعر سوق الدين وبالتالي كانت اللبنة الثانية لقيام والأساس لسوق الدين هو إنشاء المركز الوطني للدين البداية بإصدارات حكومية بآجال مختلفة إدراجها في سوق تداول بداية التعامل مع المتعاملين الأوليين وهذه اللبنتين الأساسية أبقول كانت هي خط الانطلاق لسوق الدين وكانت هي اللي تمثل مرحلة الأساس بعد الانتهاء من مرحلة الأساس أعتقد انتقلنا للمرحلة الثانية اللي بعدها خنسميها مرحلة العظم والعظم هذه بدأت بتأسيس لجنة وطنية لتطوير سوق الدين اللجنة الوطنية هذه ترأسها هيئة السوق المالية وبعضوية البنك المركزي البرنامج تطوير القطاع المالي المركز الوطني للدين والأخوان في تداول تقريبا كل الأجهزة اللي ترتبط بالبنية التحتية النظامية والتشغيلية لسوق الدين وكان الهدف هو حصر ما هي الملامح الرئيسية لهذا العظم اللي تحتاجها والحقيقة هذه اللجنة المشتركة عملت زي ما تفضلت على أحوالي يمكن من 2019 إلى نهاية عام 2023 على أحوالي 37 مبادرة ومشروع مختلف لتطوير سوق الدين يمكن مو بلازم ندخل في تفاصيلها كلها بس بذكر بعض الأمثلة وكان أغلبها هي بناء المنظومة الأساسية الجانب الأول هو المنظومة التنظيمية لأنه قبل ذلك الوقت كان طرح سوق الدين ما هو بسهل من ناحية اللوائح فكانت أولى نسخ التعديلات في عام 2017 اللي كانت تستهدف إصدارات والطرح في سوق الدين الجانب الثاني كان المتعلق بانفتاح سوق الدين على المستثمرين الأجانب فصممنا سوق الدين منذ البداية حكس سوق الأسهم على أن يكون منفتح بشكل تام للمستثمرين الأجانب بل نقدر نقول اليوم سوق الدين انفتاحها للمستثمرين الأجانب أكثر من انفتاح سوق الأسهم اللي يتطلب بمستثمر مؤهل في بعض الحالات بل يمكن أكثر من ذلك من بداية وهيكلة السوق بدينا نربطه مع مراكز الإيداع العالمية اللي هي القناة المفضلة للمستثمري الأجانب للدخول عبر أسواق الدين زي يورو كلير وكلير ستريم وغيرها الجانب الثالث من العظم كان يتعلق بالمعالجة الزكوية والضريبية لأنه حتى التفتنا لبناء العظم في سوق الدين الحقيقة كانت المعالجة الزكوية والضريبية غير جذابة بشكل كبير للمصدر أو للمستثمر في سوق الدين ومن هنا يمكن صار في عمل خلال السنوات الماضية على معالجة الزكوية والضريبية سواء للمصدر أو للمستثمر أو للصناديق الاستثمارية على نحو أصبحت الجاذبية الآن زادت بشكل كبير لإصدارات الدين أو للاستثمار فيه وخلال هالمرحلة كذلك دعونا نسميها مرحلة البناء أو العظم بدنا نشاهد لأول مرة إصدار منتجات جديدة في سوق الدين صناديق استثمارية جديدة بدنا نشوف جهات تقدم قنوات تداول لسوق الدين شركات وساطة تداول أونلاين وغيرها وأيضاً بدنا نشوف قنوات بديلة لإصدارات الدين زي منصات التمويل الجماعي اللي كانوا الأخوان يتكلمون عنها في المقدمة يمكن بنهاية هذه الأعمال أبقول يمكن في نهاية العام المقبل انتهينا من المرحلة الثانية لتطوير سوق الدين وهي مرحلة العظم والآن يمكن من بداية العام الحالي أبقول أننا دخلنا في المرحلة الثالثة وهي مرحلة التشطيب ومرحلة التشطيب ظاهرتها للي منكم بنا بيت دائماً اطول دائماً تفاصيلها كثيرة قد لا يكون لها خط نهاية وأطراف المشاركين فيها كثير جداً فمعده بترتبط فقط بالجهات المسؤولة عن البنية التحتية إنما تتطلب مشاركة كل المشاركين في السوق من مؤسسات مالية ومستشارين وغيرهم جميل طيب لو نتكلم عن الوضع الحالي للسوق والحين انتهينا ووصلنا مثل ما تفضلت ومعلكم إلى مرحلة التشطيب فكيف تقيمون الوضع الحالي لسوق الدين من حيث حجم السوق والإصدارات وإنشاط التداولات وما رأيكم في مدى تلوّق قاعدة المستثنين في السوق والله أخوي محمد يمكن أبدأ باستنساخ عبارة قالها أخوي راشد شريف يمكن في بداية الحديث أو في المقطع وهي أننا قطعنا حيز جيد لكن لازلنا في مقتبل الطريق ولا بعد ابتدينا من ناحية الحجم فلو نترجم هالكلام إلى لغة الأرقام إذا ننظر سواء لمعايير الحجم أو حجم الإصدارات أو التمويل أو تنوع قاعدة المستثمرين أو السيولة نجد أنه في الأربع سنوات الماضية خنسميها فترة العظم هذه اللي نتكلم عنها من 2019 إلى 2023 نشوف قفزات كبيرة في حجم وأهمية سوق الدين فعلى سبيل المثال على مستوى الحجم 2019 يمكن كان حجم سوق الدين حوالي أربعمائة مليار ريال الآن حجم سوق الدين حوالي ثمانمائة مليار ريال يعني تضاعف ضعف في أربع سنوات نفس الشيء لو ننظر للتمويل عبر سوق الدين وبرغم من أنه سوق الدين اليوم لازال في مقتبل أيامه وفي أولى دربة في عام 2021 أصبح التمويل عبر سوق الدين أكثر من التمويل عبر سوق الأسهم من ناحية الحجم وهذا بالرغم من أننا لازلنا في مقتبل الطريق وهذا يعطيك تصور للمجال الضخم للتمويل اللي ممكن يأتي عبر سوق الدين بالذات إذا دخل في مرحلة النضج نفس الشيء لو ننظر لتوزيع الإصابات بين الإصدارات المحلية والإصدارات الأجنبية يعني قبل 2019 كان أي مصدر سعودي يرغب بإصدارات سوق الدين على الأغلب بيضطر أنه يصدر خارج المملكة العربية السعودية ولربما بعملات أجنبية بل يمكن كانت أكثر من 80% من إصدارات الدين لمصدرين سعوديين خارج المملكة في الفترة الأخيرة وبعد ما أكملنا منظومة العظم يمكن النسبة في المملكة تضاعفت من حوالي 20% إلى ما يقارب 40% ولعله هذا إنعكاس للجاذبية اللي بدنا نشوفها والتنافسية لسوق الدين المحلية نفس الشيء نبدأ نشوفه في تنوع قاعدة المستثمرين سوق الدين في أول أيامة كانت يمكن المستثمر الأوحد فيه هو البنوك السعودية فكان بالنسبة لمصدر كان يشوف أن سوق الدين والقرض هم واجهين لعملة وحدة لأنه إذا باقترض البنك بيقرضني ولو باستثمر في عدوات دين في النهاية بيتملكها البنك نفسه مؤخراً يمكن في السنتين والثلاثة الأخيرة لأول مرة بدنا نشوف ملكية البنوك في سوق الدين تنخفض لما دون حيز 50% وذلك انعكاس لدخول فئات جديدة من المستثمرين سواء كانوا الحكومة أو الأفراد أو الصناديق الاستثبارية أو شركات التأمين أو حتى مؤخراً المستثمرين الأجانب وأخيراً وليس آخراً طبعاً هو مسألة السيولة في 2019 يمكن كانت السيولة السنوية التداولات كمية التداولات في سوق الدين حوالي 800 مليون ريال سنوياً في 2023 تتكلم عن 2.5 بليون ريال يعني أكثر من ثلاثة أضعاف وهذا بالرغم من انخفاضها عن السنوات التي قبلها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة لكن هذا كله يعطيك تصور لمقدار القفزة طبعاً هل معنى هذا أننا وصلنا؟ لا أعتقد أننا لازلنا في مقتبل الطريق لأنه لو تاخذ كل هالأرقام مع بعض وتقييسها بشكل نسبي اليوم حجم سوق الدين في المملكة إلى حجم الاقتصاد يمكن أقل من 20% 18-19% ولو تشوف المقارنات بالدول الأخرى اللي مثلنا مفروض أن السوق الدين يمثل 30% أو أكثر من حجم الاقتصاد فلو تاخذ هذا مع النمو المتوقع للاقتصاد في المملكة ونترجمه إلى لغة الأرقام كأننا نقول حجم سوق الدين في المملكة خلال أربع السنوات الماضية تضاعف ونعتقد أنه على الأقل ينبغي أن يتضاعف مرة ثانية أو لربما أكثر في الخمس سنوات المقبلة حتى نصل إلى ما يضاهينا من دول أخرى وحتى نفي بالمتطلبات التمويلية اللي نحتاجها للاقتصاد قامت الهيئة باستطلاع مريات العموم حول مشروع التحسينات التنظيمية لطر حدوات الدين فما أبرز التطورات والإصلاحات التنظيمية التي من الممكن أن نراها مستقبلا لتحقيق مستهدفات نمو حجم السوق والله أخي محمد يعني لو نستخدم نفس الإطار اللي تكلمنا عنه وأقول ذكرت في السابق أن دخلنا مرحلة التشطيب والمرحلة التشطيب مشكلتها أنه تفاصيلها كثيرة والأطراف فيها واجد ويمكن محاولة لتوسيع دائرة المشاركة في هالمرحلة المهمة لتطوير سوق الدين يمكن اللجنة الوطنية لتطوير سوق الدين عملت على نشر وثيقة اللي اسمها وثيقة التوجهات الاستراتيجية لسوق الدين وهذه الوثيقة الآن منشورة في موقع الهيئة وهذه الوثيقة تتحدث عن جانبين جانب المستهدفات في سوق الدين وأيضاً جانب الفجوات المتبقية وبالتالي المبادرات اللي يظل العمل عليها مهم خلال الفترة المقبلة طبعاً المبادرات هذه كلها تاخذ طابع التشطيب يعني ليست تأسيس شيء جديد بالمقارنة مع أنها تحسينات مستمرة على البنية التحتية اللي بنيت في الفترة الماضية ومن أولها النقطة اللي ذكرتها أخوي محمد أنا ذكرت في 2017 أننا عملنا على أول سلسلة من التحديثات المتعلقة بإصدارات سوق الدين والتمويل عبرها اللي بدنا نشوف على إثرها المزيد من الأصدارات لكن لازلنا كنا نسمع أن المصدرين يواجهون تحديات من ناحية التكاليف والمتطلبات والوقت لإصدارات سوق الدين ومن هالمنطلق يمكن خرجنا بأكبر دائرة من الإصلاحات المتعلقة بقواعد الطرح والالتزامات المستمرة اللي الهدف الأساسي منها هو تخفيف متطلبات وتسهيل مراحل إصدارات الدين فعلى سبيل المثال يمكن المتطلبات الوثائقية لإصدارات الدين خفضناها بنسبة 50% ومتطلب الإشعار للطرح الخاص في سوق الدين اللي كان يتطلب إشعار لمدة عشر أيام اقترحنا إزالته وهذه يمكن طلعنا فيها المرئيات العموم قبل أشهر وأخذنا المرئيات من السوق والمأمول إنه يمكن في الشهر المقبل نصدر بالنسخة النهائية اللي بتعتبر يمكن أبرز تحديث فيما يتعلق بإصدار والطرح للسوق الدين نفس الشيء يتعلق بالإصدارات المسككة أو اللي يسمونها اللي جانب السيكورتايزيشن إحنا خلال مرحلة البناء بنينا المنظومة المتعلقة بالتسقيق أو الأدوات الدين المدعمة أو المسندة بأصول لكن السنة هذه نتوقع أنه نبدأ نشوف أولى الإصدارات بالذات مع المناشط الإضافية اللي بدينا نشوفها من الشركة السعودية لعادة التمويل اللي يمكن أخوي مجيد يتكلم عنها في الجلسة اللاحقة نفس الشيء يتعلق بالتقييم الاعتماني اليوم حنا بنينا منظومة جزء من العظم للتقييم الاعتماني اللي هم شركات الـ ورخصنا لكل جهات التقييم الاعتماني اليوم موجودة ومرخصة في المملكة لكن لازلنا نشوف أنه غالبية الإصدارات الدين في المملكة لا يوجد فيها تقييم اعتماني والآن نعمل مع الجهات المختلفة للنظر في وش الوسائل اللي ممكن القيام فيها لتحفيز المزيد من الجهات لتقدم التقييم الاعتماني ولربما أنه عدد من شركات التقييم الاعتماني إعلانها عن وجود سلم للتقييم الاعتماني بناء على المعايير المحلية بالإضافة إلى السلم الدولي للتقييم الاعتماني وحدة من أهم عناصر تحفيز التقييم الاعتماني المحلي نفس الشيء يتعلق بفتح السوق للمستثمري الأجانب أنا ذكرت أن السوق منفتح للمستثمري الأجانب لكن لا شك نسبة المشاركة مبعالية للمستثمري الأجانب في السوق المحلي ومن هالمنطلق أعتقد عندنا أولوية كبيرة للانضمام للمؤشرات العالمية لأنه في أغلب الأسواق وشفناها في سوق الأسهم الانضمام للمؤشرات العالمية هو المحرك الحقيقي لإهتمام وانضمام المستثمري الأجانب في سوقك اليوم المملكة العربية السعودية منضمة في اثنين من المؤشرات العالمية في سوق الدين فوتسي وداو جونز اس ان بي لكن لسه امامنا المؤشرين الاكبر في سوق الدين وهم مؤشرات بلومبرغ وجاي بي مورغان ولعل الانضمام لهم محر كبير لوضع سوق الدين في المملكة على خارطة الاصدارات الاجنبية اضف الى ذلك ان اليوم تكلمنا عن تنوع في قاعدة المستثمرين لكن مع زيادة الاستثمارات من فئات المستثمرين المختلفة بدأنا ان نلاحظ قيود لعدد من فئات المستثمرين فعلى سبيل المثال الصناديق الان بدأوا يزيدون استثماراتهم بدأوا يقولون عندنا قيود لزيادة استثماراتنا في الصناديق وبالتالي نعمل على مراجعة كثير من متطلبات الاستثمار للصناديق الاستثمارية للمزيد من تسهيل لسوق الدين كذلك الحال نشوفه بالنسبة لشركات التأمين اللي كثير منهم الآن بدون يستنفدون الحدود القصوى المتاحة لهم للاستثمار في سوق الدين وعلى أثر ذلك نعلم أن الأخوان الله يجزاهم خير في هيئة التأمين يعملون على مراجعة كل متطلبات الاستثمار في السياسات الاستثمارية لشركات التأمين اللي نأمل أنها تنتهي في غضون الست إلى ثمانة شهور المقبلة لكن في نفس الوقت أيضا نعلم أنهم جدا مرنين للتعاطي مع أي طلبات ترد لهم من شركات التأمين تطلب الاستثناء وقتيا حتى صدور مثل هالاستثناءات وأخيرا وليس آخرا تحفيز السيولة في سوق الدين لأنها يمكن هي لا تزال الحلقة الأكبر اللي ينبغي الاهتمام فيها ومن هنا أعتقد يمكن من أهم الخطوات هي الإعلان اللي أعلنت عنه الهيئة مؤخرا عن الترخيص لمنصة تداول بديل يسمونها Alternative Trading System أو ATS اللي نأمل أنها تبدأ نشاطها خلال العام المقبل واللي بتمثل منصة إضافية بالإضافة إلى المنصة اللي بنتها تداول لاستضافة التداولات في سوق الدين والزيادة السيولة فيها بالإضافة إلى ذلك هو انتقال سوقنا في سوق الدين من فكرة المستفيد النهائي اللي بني عليه سوق الأسهم إلى فكرة الحسابات التجميعية اللي يكون الهدف منها تسهيل عمل منصات التداول الأخرى بالإضافة إلى تسهيل عمل مدراء الأصول وأطلاق منتجات إضافية في سوق الدين وأخيرا وليس آخرا بالطبع هو مسألة صناعة السوق قبل سنتين أطلقنا منظومة صناعة السوق في سوق الأسهم وبدأنا نشوف أثرها الكبير في تحفيز التداولات والآن نعمل على استنساخ هذه التجربة بعد التحسين والتطوير لها إلى سوق الدين اللي نأمل كذلك أنه بيكون فيها نفس الأثر في زيادة التداولات في سوق الدين يعني إن شاء الله راح يكون للفترة القادمة التداول والسكوك من خلال البيع والشراء أسهل بعد هذه الأصلاحات التنظيمية بإذن واحد مع عليكم ونحن نحن في منتدى أسواق الدين والمشتقات المالية ونسبة عالية من الحضور من المؤسسات السوق المالية والشركات فهل هناك أي رسائل ترغبون بتوجيهها للحضور الكريم والله تقول عمر جدا لأن المرحلة القادمة لتطوير سوق الدين لم تعد مرحلة ترتبط وتنحصر في البنية التنظيمية والبنية التحتية لا شك البنية التنظيمية والتحتية دائما فيها مجال للتحسين والتحسين فيها لا ينتهي لكن الآن دخلنا في مرحلة أنه لزاما علينا أن نبدأ في توسيع الدائرة للاستفادة من سوق الدين والتقديم النفع عبره فلو أنا الآن شركة لا شك أني الآن بتوقع من المدراء الماليين عندي أنهم يضعون سوق الدين كمحور أساسي في خطة التمويل إما ليسمح لي أجمع مبالغ أكبر أو يسمح لي أجمع مبالغ أطول أو حتى يسمح لي أنوع القاعدة التمويل المتاحة لدي بدلا من الاعتماد على القنوات التقليدية كذلك الحال لو أنا مؤسسة مالية اليوم كمؤسسة مالية ضروري جدا أني الآن أبدأ أفكر عن الخطط لسوق الدين والمنافع والخدمات اللي ممكن أقدمها عبره فلازم يكون عندي خطة ضمن خطة أعمالي وميزانيتي على وش المنتجات اللي بقدمها لسوق الدين وش الإيرادات اللي بحقها عبره والأهم من ذلك وش الاستثمارات اللي بعمل فيها في سوق الدين سواء من ناحية التوظيف أو من ناحية التدريب أو من ناحية التقنية ومن ناحية إطلاق منتجات وخدمات جديدة شواء كانت منتجات وساطة ومنتجات إدارة أصول ومنتجات حفظ وغيرها ولعل المرتكز الأساسي هو الآن بداية مؤسسات السوق المالية بالأنشطة التوعوية والترويجية لسوق الدين كما شفنا في إدارة الأصول ولا كما شفنا في الأسهم ولا كما شفنا في الطرح في السوق المالية واللجان الوطنية أعتقد مستعدة للدعم في كل هالجهود التوعوية اللي ترغب فيها مؤسسات المالية ويمكن من هالمنطلق وكون أن اليوم هو منتدى بتنظيم الأخوة مشكورين في الأكاديمية المالية يعني لا بد من الذكر من أهمية بناء الكوادر البشرية لأن اليوم واحدة من أبرز التحديات في سوق الدين هو بناء وتطوير الكوادر البشرية المتعلقة بسوق الدين ولهذا السبب الحقيقة ودي أشكر الأخوان في الأكاديمية المالية لأنه بس في العام الحالي يمكن أطلقوا 28 برنامج والعام ما بعد انتصف متعلقة بسوق الدين ويمكن تم عبرها تدريب أكثر من 400 شخص في سوق الدين من برامج تدريبية مفتوحة أو موجهة على مختلف المستويات متقدم ومتوسط ومتطور ولعل الشهادة التي أعلن عنها أخي الأستاذ مانع هي من استكمال المنظومة التدريبية المتكاملة المتعلقة بسوق الدين طبعاً هذا بالإضافة إلى جهود الأخوان في الأكاديمية مشكورين في المجال التوعوي لأنه جزء من البرامج التدريبية التي تقدم هي برامج تستهدف عموم المستثمرين في سوق الدين اللي الحقيقة استفاد منها عشرات ولا ربما مئات الآلاف شكراً ما عليكم بس نستاذنكم إذا في فقر السؤال وجواب من الجمهور هي فرصة لكم يعني للسؤال والجواب إذا أي أحد عنده سؤال بس يرفع يده وإن شاء الله الأخوان يقربون لكم المايك في الأخير السلام عليكم عليكم أنا محمد نور شركة تيم ريال استيت عقارات دبي طبعاً ما عليك إن شاء الله تتوفق وتحقق الرؤية المملكة إن شاء الله عشرين ثلاثين السؤال هو بخصوص أدوات الدين بحضرة تفضلت أن تسوون شركات إتمانية هو المفروض أنه يكون يعني السؤال هو الاستفسار نفس الآي سكور يعني مثلاً أنا ما أخذ قرض في حاجة اسمها استعلام بنكي يتم عني أنه أنا قادر أسدد وأخذ قصة سيارة وأخذ قصة على بيت ومن خلال الاي سكور يفتحوا لللمت في كمية الاقتراض اللي أنا أقدر أخذها أو ما أخذها السؤالي هو في شركات التمويل هل عندكم في السعودية إن شاء الله في المخطط يكون فيه شركات تمويل عقارية شركات تأجير تمويلي وشركات تخصيم كمنتجات كلها طبعاً تابعة الأسواق الدين بخلاف البنوك لأن البنوك تشتغل هذه الشغلات والاستفسار الأخير يعني باختصار هل بيكون عندكم طبعاً أنا في دبي في عندنا في دبي الشغلة في المورجج اسمها وسيط تمويل عقاري يسمح النظام بأنه يجيين الشخص وأنا يعني معاليك يعني أعطيك الخيارات أقول لك والله عندي البنك العربي الوطني عندي الراجحي عندي كذا هذا بيناسبك هذا ما بيناسبك وطبعاً ترتبط كلها زي ما معاليك تفضلت بالعمر والقوة الاعتمانية للشخص بيقدر يسدد أقصاته على 20 سنة على 30 سنة وفي بعض البنوك طبعاً أنا أتكلم عن دبي يؤمرك أنك تسدد دفعة أكبر خارج 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 الاتفاق اللي يكون معاك في التمويل العقاري فهو الاستفسار هل بيكون إن شاء الله عندكم نفس التوجه بيكون موجود وسطاء تمويل عقاري أو وسطاء تعجير تمويل أو شركات تخصيم أو طوريق طبعاً المسميات مختلفة وإن شاء الله تتوفقوا وتطرحوها بصيغة إسلامية طبعاً لأنه طبعاً توجه المملكة يشوي الناس من شوية وجهها إسلامي فلو عرضت هذه المنتجات بطريقة إسلامية راح تكون إن شاء الله لها صداء كبير وإن شاء الله ليوفقوا في تحقيق الرؤية إن شاء الله شكراً 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 الله عافيك أخي محمد طبعاً بالنسبة للمسألة الأولى كلامك صحيح من أكثر المحددات اللي تعتبر مهمة للمستثمر اللي يبغي يستثمر في سوق الدين هو مسألة التقييم الاعتماني لأداة الدين اللي يسمونه الكريديت رايتنج والتقييم الاعتماني أهميته إنه يعطيك تقييم ووفق القواعد البيانات لكثير من شركات التقييم من المتوقع إنه كل شركة في أو كل مصدر في مستوى تقييم معين كم الهوامش الاعتمانية اللي مفروض أتوقعها منه وبالتالي العوائد اللي مفروض أفرضها عليها من ناحية التكاليف طبعاً شركات التقييم الاعتماني في المملكة كانت موجودة ومرخصة في المملكة من ممكن 2016 2017 كل شركات التقييم الاعتماني الكبيرة العالمية موجودة بالإضافة إلى عدد من الشركات المحلية اللي تم الترخيص لها في المملكة ولكن أعمال شركات التقييم الاعتماني كانت محدودة تاريخياً لسببين أولاً لأنه كما ذكرنا سوق الدين كان محدود فإذا أنت ما تعتمد على إصدارات سوق الدين ما عندك حاجة كبيرة لاستخدام شركات التقييم الاعتماني والجانب الثاني أنه لأن سوق الدين كان محدود كان من يستخدم التقييم الاعتماني كان يلجأ إلى جداول التقييم الاعتماني العالمية لشركات التقييم الاعتماني فأنا إذن مثلاً S&P ولا Moody's ولا Fitch أبقيمك A, AAA ولا BB بالمقارنة مع معايير التقييم الاعتماني العالمية اللي مثلاً بالعملة الصعبة اللي بالدولار وبالتالي أحصل على تقييم أقل من التقييم اللي أرغب فيه مؤخراً مع بداية نمو سوق الدين المحلي بدأنا نشوف شركات التقييم المحلية بدأت سوي سلم للتقييم الاعتماني المحلي وبالريال السعودي وبالتالي أصبح التقييم الاعتماني نتائجه أقرب لحقيقة الهوامش اللي أتوقعها ناتجة من هذا التقييم الاعتماني وبالتالي بدأنا نشوف اهتمام أكبر بكثير من التقييم الاعتماني بالسلم المحلي بالذات للمصدرين اللي يرغبون الأصدار بالريال طبعاً الخطوة المقبلة بالضبط اللي ذكره أخوي محمد أن اليوم أدوات الدين كلها الصادرة هي أدوات دين من مصدرين بشكل مباشر الآن يمكن لأول سنة نبدأ نشوف أدوات دين مدعومة بأصول سواء كانت قروض عقارية ولا غيرها لأنه لو نتذكر يا أخوان إلى عهد قريب كانت أغلب القروض العقارية هي قروض على المراكز المالية للبنوك تأخذها البنوك وتتحملها البنوك اليوم أصبحت المراكز المالية للبنوك القوائم المركز المالي مثقلة بالكثير من القروض البنكية فالآن أصبح البنوك وكثير من شركات التمويل عندها رغبة في بيع جزء من محفظتها الإقراضية والهدف هو لإنشاء قروض جديدة وهذه يمكن من أولى حلقات إنشاء القروض أو أدوات الدين المسككة ولا المضمونة بأصول سؤال آخر ونأمل أن تكون مختصرة لإتاحة المزيد من الأسئلة لبقية الجمهور شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة السبري June شكرا للمشاهدة محبوب سرية سوء سيديو 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 من المعلومات في تجربة المنحلة وما تنظر أن تتعلم كمك؟ شكراً لكم. أنا لم أتجالك؟ رابن. رابن. شكراً لكم. شكراً لكم. شكراً لكم. شكراً لكم. شكراً لكم. for two reasons. Number one is everything that we've described in building the debt capital market whether it's in terms of issuance in terms of trading in terms of asset management requires an investment in technology and very often we find that the barrier for most entrants, existing entrants or new entrants from expanding into the debt capital market is an investment in technology or a requirement to have an investment in technology and this has actually become a source of competitive advantage those who have invested in technology or who have superior technology often times can offer better trading, better issuance, better custody better asset management capabilities but in the debt capital market specifically and because it's such a nascent market technology has become an important factor in innovating new business models that actually allow you to leapfrog some phases in the debt capital development process and if I can give you an example one of the most successful fintechs and fintech business propositions that we have seen in the capital market space is crowdfunding platforms for debt issuance and these crowdfunding platforms for debt issuance are able to do debt issuance much cheaper much faster in a much wider audience than traditional asset managers today I think the current record holder for timing of an issuance is in a matter of seconds between opening the market and between being closed completely and oversubscribed and you could not have done this without the effect of technology but it also allowed these crowdfunding platforms to target new classes of issuers that would have otherwise not be able to pursue the debt capital market so today most crowdfunding platforms are enabling small or medium businesses to do debt issuances who historically could not have even considered doing a DCM or a debt or bond or sukuk issuance شكرا معليكم آخر سؤال إذا في أي شخص تديه سؤال أخير السلام عليكم نورا حكير من شركة أوقاف للاستثمار عندي سؤال معليك طبعا أسواق الدين والأسواق المالية بشكل عام دائما راح تكون في تطور مستمر سواء محليا أو عالميا من وجهة نظرك كامل المدة اللي تتوقع أنه يستغرقها سوق الدين السعودي والسوق المالي إلى أنه يوصل إلى مرحلة يكون في الديبلوب ماركت طبعا رحلة التطور الله يسلم رحلة لا تنتهي فإذا حنا نقول متى بنكون أنهينا من رحلة التطور أعتقد ما بننتهي في أي وقت لا شك أنه وطيرة التطور في كل سوق تتناسب مع مقدار نضج هذا السوق فلو ننظر بالتسلسل اللي تكلمنا عنه القطاع البنكي اللي هو يمكن القطاع الأقدم والأكثر استقرارا والأكثر نضجا لا شك أنه فيه تطور مستمر لكن الآن وصل إلى مرحلة كبيرة من النضج قطاع الأسهم لا شك أنه يلحقه لكن أيضا ناضج فيه تطوير والتطوير فيه مستمر لكنه في مرحلة النضج لما نأخذ سوق الدين لا شك المعادلة هذه تنصب على شق أكبر من التطوير لا من ناحية الوتيرة ولا من ناحية الحجم خلال الفترة المقبلة المأمول أننا بنكون وصلنا إلى مرحلة أبغى أقول حتى من الاستقرار بس من النضج في سوق الدين يمكن في عام عشرين ثلاثين حولها قبلها ولا بعدها وهذا ليس رغبة مننا لأنه ليس رفاهية لأنه حاجة الاقتصاد للتمويل يقولك أنا إذا أنا بأفي بمتطلبات الاستثمارية والتمويلية للاقتصاد القطاع البنكي وقطاع الأسهم اليوم والاستثمارات المباشرة لا تكفي فلابد من فتح كل القنوات المتاحة ومن أهمها اليوم هو سوق الدين طبعا ليس فقط القناة الوحيدة في قنوات أخرى زي الصناديق التمويلية وغيرها اللي ذكرها الأخوان لكن كلها مجتمعة أعتقد هي اللي بتخلق المنظومة التمويلية اللي بنحتاجها للنهوض باقتصادنا شكرا لكم معاليكم على هذه الجلسة وإن شاء الله يكون سوق الدين من أكبر الأسواق في المنطقة وتحقيق المستهدفات قريبا وشكرا لكم حضورنا الكريم أعطيكم العافية شكرا أخي محمد أعطيكم العافية